كابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة لبى اليوم دعوت عشاء من السفير المصري السفير أحمد الفضلي اللي الحياة سافر مع البعثة من البداية كان موجود في أجازة في القاهرة وسافر مع بعثة الأهلي على متن الطائرة الخاصة ومتواجد مع البعثة لحظة بلحظة دعا الكابتن محمود الخطيب والأستاذ طاري أنديل عضو مجلس الإدارة والمهندس سبيل عدلي المدير الإداري والوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأهلي للعشاء في منزل السفير السفير أهدى الكابتن محمود الخطيب خريطة أفريقيا والكابتن محمود الخطيب أهداه درع وعالم النادي الأهلي وجه له الشكر هو والملحة العسكري ومستشار السفارة وكل قيادات السفارة المصرية على ما يبزلونه من جهد كبير في مساعدة بعثة الأهلي في هذه الرحلة الشكر كل الشكر للسفير والوزارة الخارجية مع كل فرق الرضي ومع النادي الأهلي أينما حلت المنتخبات أو الفرق الرياضية في أي مكان هو ده دور السفارة الدعم وحل المشاكل مع النادي الأهلي الأهلي بيسهل لهم الدنيا جدا لأنه بيحط نظام دقيق وبيبقى ماشي فيه تنصيق كامل في كل خطواته مع الصفارات في الخارج فبيبقى ضيف خفيف يعني ما أعتقدش أنهم لقوا مشاكل أبدا من ناحية النادي الأهلي محتاجة للحل أينما بيبقى الأهلي محتاجة مساندة في حل بعض المشاكل طبعا بيلاقوه